بسم الله الرحمن الرحيم لن ينسى شعب البحرين الرابع عشر من مارس 2011 عندما اشتاحت بلادهم قوات النظام السعودي وكان هدفها القضاء على الثورة وقامت بما قامت به من تخريب هدمت المساجد اعتقل الأطباء اعتدي على النساء فصل الآلاف من أعمالهم ضربت دوار وقتل العديد من أبناء البحرين الذين ذهبوا شهداء من أجل الحق والحرية اليوم وبعد ثلاثة عوام هل نجح ذلك الاحتلال في كسر شوكة الشعب؟ كلا فهذا العالم يشهد على أن شوارع البحرين ومدنها وقراها تشهد كل يوم مسيرات واحتجاجات واحتصامات بدون توقف يشارك فيها الكبير والصغير الرجال والنساء الأطفال والشباب كل ذلك من أجل الحرية من أجل الله من أجل الدود عن الوطن من أجل الدفاع عن حياض هذه الأرض ونستطيع أن نؤكد من أجل العالم بأن الاحتلال السعودي للبحرين قد فشل فشلا دريعا وبدلا من أن يكسر شوكة ثوار البحرين انتقلت الثورة إلى أرضه إلى أرض الجزيرة العربية ففي كل مكان هناك شعور بالظلامة سواء في المنطقة الشرقية أم في المدن التي يسيطر عليها النظام السعودي في حائل وفي الرياض وفي مكة وفي كل مكان هناك المسيطة. التي يطالب فيها المشاركون بإطلاق سراح أبناهم المعتقلين لدى النظام السعودي وبالتالي فإن ثروة البحرين بدلا من أن تهزم أو تكسر على أيدي هذه القوات المحتلة نقلت نفسها وصدرت نفسها إلى الجزيرة العربية الظلم لا يدوم العدوان يهزم الأبطال صامدون الشهداء أحياء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونقول بكل ما لدينا من إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى لأن شعب البحريني سوف ينتصر سوف ينتصر بعونه تعالى وبجهاد أبنائه ودعم الأحرار في هذا العالم سينتصر على الاستبداد الخليفي وعلى الاحتلال السعودي هذان أو هاتان الجرثمتان ستنتهيان لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر أو يبقي الظلمة والظالمون إلى زوال والمظلومون منتصرون بعون الله ودماء الشهداء ستنطق بالحق وستغرد بنشيد الحرية في وقت غير بعيد وإن غدا لناظره قريب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين موسيقى